ديكتاتورية الجغرافيا التي لا تسقط عكست الاحتقان السياسي الحادث في مصر إلى أزمات معيشية متضخمة في قطاع غزة القطع الذي فكت إسرائيل ارتباطها عنه وتخلت عن مسؤولياتها كقوة احتلال تجاهه اندفع باتجاه مصر خلال السنوات الماضية في اعتماده على الوقود والمواد الغذائية بوادر أزمة الوقود بدأت قبل 30 من يونيو بأسبوعين وتفاقمت حتى خلت شوارع من السيارات باستثناء مشاهد الازدحام عند محطات التعبئة معاناتنا كسواجين لم يجد سلر ولا بنزين ولا غاز ولا كهرباء عايشين يعني هيك على الفاضح حصار يعني أكبر سجن في العالم اللي هو السجن قطاع غزة ما هو إحنا صارنا مربطين بمصر لأنه صائص ما يصير بمصر لو صارت مصر بلا مواخذة صار فيها أي حاجة بصير علينا إحنا يعني فيش حدا مناش الله الله من جهتها حذرت وزارة الصحة من انعكاسات خطيرة للأزمة على المشافي وبنوك الدم والمختبرات ووصفت الوزارة الوضع بأنه يحمل مؤشرا خطيرا وينذر بوقوع كوارث إنسانية بسبب توقف عمل الأقسام الحيوية الذي من الممكن أن ينتج عن حالة وفاء نحتاج يوميا إلى 10 ألاف لتر من السولار لتشغيل مولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعي الأولية وأيضا بنوك الدم ومختبرات الصحة العامة إضافة إلى 22 ألف لتر من السولار نحتاجها لتشغيل سيارات النقل الصحي شهريا و150 ألف لتر من البنزين نستخدمها لتشغيل سيارات الإسعاف والطوارئ شهريا هذا سيضع كامل الخدمات الصحية أمام منعطف خطير على الحدود الجنوبية للقطاع جرى إغلاق عشرات الأنفاق وأعلنت وزارة الداخلية أنها عززت من توجدها الأمني لضمان سلامة الحدود فيما تواترت الأنباء عن تكثيف الجيش المصري من انتشار دباباته يأتي ذلك في ظل هجمة إعلامية كبيرة من قبل أطياف في المعارضة المصرية تتهم حركة حماس وقطاع غزة بالمشاركة في وقاء عامنية تدعم موقف الرئيس المصري مرسي رأينا في الأونة الأخيرة هجمة شرسة على كافة المستويات المصرية على الجمهور الفلسطيني خصوصا الجمهور الغزي وهناك ما يشبه الغضبة الشعبية المصرية نتيجة للجهل القطاع عريض من الشعب المصري بحقيقة الوضع في فلسطين ليس الأمر جديدا على غزة فالارتباط التاريخي والجغرافي بمصر بالإضافة للحصار الإسرائيلي جعل الفلسطينيين على رأس المتأثرين بما يحدث في القاهرة الجديد هذه المرة أن نبرة عدائية واضحة باتت تسم الخطاب المصري الشعبي تجاه غزة وهو الأمر الذي تحاول الأخيرة نفيه واحتواءه من موقع المتأثري لا من موقع المؤثر تراقب غزة الأحداث في مصر دعية أن تنجلي في أقرب وقت ممكن وأن يتحقق للمصريين ما يريدون الفلسطينيون على الحياد في موقفهم الرسمية على الأقل وهم لا يملكون النية ولا القوة للتدخل في الشأن المصري محمد المدون قناة الجديد غزة فلسطين